موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أين أنا كنت على خلفية لقاءات جمعت قيادات من الأحزاب الحاكمة في إسرائيل ودعاة الترحيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادات فلسطينية عقدت هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية مؤتمر صحفي أدانت في هذه اللقاءات والقائمين عليها حيث أنها تشكل خرقا للإرادة الشعبية معتبرة أنها أحد أشكال التطبيع إن خطورة مثل هذا اللقاء تتمثل في عقده في مقر المقاطعة ومنظمة التحرير وبقيادة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دكتور نبيل شعب وعضو اللجنة المركزية للحركة محمد المدني وفي وقت تستمر فيه دولة الاحتلال في سياساتها القديمة ضد أرضنا وشعبنا المقاومة الشعبية وعدت في بيانها باستمرار فعاليات الشباب للحفاظ على الإرث الوطني والنضالي ورفض كافة أشكال التطبيع كونه درب خياني يجب محاسبته والتعامل معه كجنحة رسالتنا للاحتلال وأعوانه أننا سنبذل الغالي والنفيس كشباب فلسطيني في سبيل الحفاظ على حقوقنا الوطنية الثابتة والأصيلة وسنكبح جماح كافة التحركات التطبيعية وتحطيم كافة المؤامرات والسياسات الهادف للنيل من عزيمة أبناء شعبنا وأن مثل هذه اللقاءات أبدا لا تمثل سوى أصحابها الاتحادات والنقابات أدانت هذه الاجتماعات وعبرت عن غضبها مطالبة للحكومة الفلسطينية أن تتخذ موقفا واضح تجاهها لتلفزيون القدس لامة أبو هلال رام الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر